إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا في موضوع الإمامة في الرسالات الإلهية وتناولنا هذا الموضوع من أدة أبعاد أولاً ذكرنا مفهوم الإمامة كما نفهمه من القرآن الكريم وبعد ذلك تحدثنا عن الفرق بين الإمامة والنبوة ثم انتقلنا بالحديث بعد ذلك إلى حديث عن ضرورة الإمامة في الرسالات الإلهية وقلنا بأن الإمامة قد تندمج مع النبوة والرسالة فتكون تكاملاً للنبوة والرسالة وقد تنفصل الإمامة عن النبوة وعندئذن يكون لها دور يختلف عن دور النبوة وفي هذا المجال طرحنا هذا السؤال هو أن الرسالة الإسلامية باعتبار أنها الرسالة الخاتمة هل تعتبر الإمامة ضرورة من ضرورات الرسالة الإسلامية ومن ثم فلابد أن يكون هناك بعد النبي أئم أو أن الرسالة الإسلامية باعتبار أنها رسالة خاتمة وكما لا نبوة بعدها أيضاً لا إمامة بعدها في هذا المجال قلنا أن الحديث فيه جانبان جانب يرتبط بعدم وجود النبوة بعد النبي الخاتم وهنا في هذا المجال قلنا أولاً أن النصوص الدينية الواضحة تؤكد عدم وجود هذه النبوة من قبيل وصف النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم بأنه خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إذن فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في موالد متعددة بشأن علي عليه السلام في قوله له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إذن فلا يوجد نبي بعد الرسول صلى الله عليه وآله لكن السؤال أنه لماذا لا يوجد نبي بعد رسول الله مع أن النبوات التابعة كانت موجودة بعد الرسالات الإلهية وأنبياء أولي العزم في هذا المجال الذي انتهينا إليه قلنا أنه يمكن أن نفسر عدم وجود النبوة التابعة في الرسالة الإسلامية من عدة نواحي أولاً هو أن الرسالات السابقة لما كانت تحتاج إلى التكامل الرسالي فيها إذن فهي تحتاج إلى نبوات تابعة من أجل تكميل الرسالة وأما الرسالة الخاتمة فهي رسالة كاملة فلا تحتاج إلى هذا التكميل وذكرنا من أجل توضيح هذه الفكرة مثال الحكومة الإسلامية حيث أنه نلاحظ في الرسالات السابقة لم يتمكن الأنبياء السابقون من أن يقيموا الحكومة الإسلامية في عهد رسالاتهم وإنما جاء الأنبياء التابعون في بعض الأدوار فأقاموا هذه الحكومة أما في الرسالة الإسلامية فنلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وآله تمكن من أن يقيم الحكومة الإسلامية ومن ثم فتكاملت هذه الرسالة بصورة واضحة في هذا المجال الأمر الثاني الذي يمكن أن نذكره بهذا الصدد أن الرسالات السابقة من الناحية التاريخية نلاحظ فيها أنها تعرضت إلى التحريف وأن هذا التحريف كان بدرجة عالية بحيث أن أصل الرسالة لم يكن من الممكن المحافظة على جميع معالمها الرئيسية الأساسية رسالة نوح عليه السلام تعرضت إلى التحريف حتى أصبحت الوثنية هي الظاهرة العامة في الحياة البشرية وعندما جاء إبراهيم عليه السلام كان الوضع البشري بصورة عامة هو الوضع الوثنية وجاء إبراهيم فقاوم الأصنام وكسرها وقام بذلك العمل العظيم في إقامة معالم التوحيد الإلهي في المجتمعات البشرية إذن في الرسالة الإلهية التي جاء بها نوح عليه السلام تعرضت إلى تحريف بحيث لم تبقى معالم تلك الرسالة وهكذا الحال بالنسبة إلى الرسالات الأخرى كرسالة إبراهيم عليه السلام أو رسالة موسى عليه السلام أو رسالة عيسى عليه السلام فإن التحريف قد تعرض له هذه الرسالات والأمر الذي أدى إلى ذهاب المعالم أساسية ورئيسية في هذه الرسالات آخر الرسالات كانت رسالة عيسى عليه السلام حيث أن فكرة التوحيد فيها تعرضت إلى تحريف بحيث أصبح التوحيد له بعد ثلاثي فهو توحيد من ناحية ولكنه يعبر عن أبعاد ثلاثة ومراحل ثلاثة الأمر الذي أيضا عبر عنه القرآن الكريم بالشرك وهكذا بالنسبة إلى الشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام هذه الشريعة تحرفت بدرجة أنه لم يبقى من معالمها إلا مجموعة من التوجيهات الأخلاقية والروحية والمعنوية ولكن لا توجد شريعة واضحة لعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام أيضا كذلك كما يصرح القرآن الكريم وينص القرآن الكريم تعرضت أيضا رسالته إلى تحريف كبير وكان مجيء عيسى عليه السلام من أجل معالجة هذا التحريف إذن فهذه الرسالة الإلهية تعرضت إلى تحريف وكانت بذلك تحتاج إلى النبوات التابعة من أجل معالجة قضية التحريف وهذا التحريف أحيانا يصل إلى درجة عالية جدا فتحتاج الرسالة الإلهية إلى استئناف جديد برسول من أولي العزم يقوم بمهمة التجديد في هذه الرسالة والشروع بها من نقطة أولية وبدائية للوصول بالبشرية إلى التكامل الرسالي أما الرسالة الخاتمة فيلاحظ فيها بأنها رسالة كانت قد تفضل الله سبحانه وتعالى عليها بضمانات تمنع وقوع التحريف فيها وهذه الضمانات يمكن أن نشير إلى بعضها من أجل توضيح هذه الفكرة الضمانة الأولى كانت هي ضمانة وجود القرآن الكريم الكلمة الإلهية المحددة بنص واضح وهو نص القرآن الكريم والمحفوظ من التحريف وذلك بتدوين النبي صلى الله عليه وآله للقرآن الكريم في عهده ثم طلبه من أصحابه في أن يحفظوه على ظهر قلوبهم وبذلك تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال هذا التخطيط الدقيق في تدوين القرآن من ناحية وفي حفظه في الصدور من قبل جماعة كبيرة من المسلمين من ناحية أخرى أن يحفظ القرآن الكريم لنا إلى يومنا الحاضر والقرآن الكريم بذلك يصبح الكتاب الإلهي الوحيد الذي حفظ من التحريف في طول التاريخ الإنساني وتاريخ الرسالات الإلهية نزلت كتب سماوية من قبل الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والقرآن الكريم يصرح بأن التوراة نزل على شكل صحف لكن مع ذلك هذه الصحف تعرضت إلى التحريف لأسباب يطول الحديث فيها أسباب بعضها يرتبط بقضايا سياسية والأحداث والتطورات التي مرت على بني إسرائيل وظروف الأسر البابلي وغير ذلك من القضايا وبعضها يرتبط بأسباب روحية ومعنوية بسبب الانحرافات الأخلاقية التي تعرض لها الإسرائيليون في تاريخهم الأمر الذي أدى بهم إلى أن يحرفون الكلمة عن مواضعه وتصبح هذه الكتب كتب غير محفوظة في تاريخ هذه الرسالات وهكذا الحال بالنسبة للإنجيل فإن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام لكن الظروف التي مر بها الحواريون بعد عيسى عليه السلام والتطورات التي حدثت لرسالة عيسى عليه السلام أدت إلى ضياع الإنجيل الحقيقي ولم يبقى من الإنجيل إلا مجموعة من المحفوظات التي بقيت في أذهان بعض الأشخاص يتداولونها ثم بعد ذلك دونت وسجلت في مرحلة متأخرة جدا على شكل هذه الأناجيل الأربعة التي يختلف بعضها عن بعض وهي في الحقيقة تدوين لسيرة عيسى عليه السلام أكثر من أن تكون تدوينا لكتاب إلهي نزل من قبل الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام من يقرأ الإنجيل يعرف بأن الإنجيل الموجود المتداول إنما هو تدوين لسيرة عيسى ومسيرة عيسى شبيه بالكتب السيرة التي دونت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إذن فهذه الكتب لم تحفظ مع أنها كتب إلهية نص القرآن الكريم على نزولها بالنسبة إلى الأنبياء السابقين أما القرآن الكريم فقد حفظ لنا إلى يومنا الحاضر بدون زيادة ولا نقيص ويجمع جميع المسلمين سنة وشيعة وجميع علمائهم وجميع فرقهم ومللهم على أن القرآن الكريم الموجود بين أيديهم هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهذا الإجماع أيضا هو إجماع من قبل جميع المؤرخين الذين أرخوا للتاريخ الإسلامي وتداول المسلمون القرآن من يد رسول الله إلى يومنا الحاضر جيلا بعد جيل دون أن تمر أي فترة زمنية تتخلل هذه الحركة التداولية بالنسبة إلى القرآن الكريم إذن فهذا كان أحد العوامل الرئيسية والأساسية في حفظ الرسالة الإسلامية من التحريف والعامل الآخر المهم في حفظ الرسالة الإسلامية من التحريف هو عامل وجود الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية حيث أن وجود الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية بالرغم ما تعرض له هذا الحكم من مشكلات ومن انحرافات في السلوك وفي التطبيق إلا أن هذا الحكم الإسلامي كان له دور كبير في المحافظة على الشعائر الإسلامية وعلى المظاهر الإسلامية المحافظة على الصلاة على الصوم على الحج على الشعائر الأخرى ذات العلاقة بحياة المسلمين وحركة المسلمين هذا الحكم أيضا كان له دور كبير في المحافظة على جانب من الرسالة الإسلامية بالرغم مما تعرض له الحكم من مشكلات كبيرة جدا في عملية التطبيق والذي هو تحريف عملي ولكن من حيث المفاهيم العامة بقيت هذه الشعائر هي شعائر واحدة عندما ننظر الأمة الإسلامية ونجد أن هذه الأمة تشترك جميعا في صلاة واحدة الأمة لا تختلف في أن الصلوات الواجبة اليومية هي صلاة خمسة وأن هذه الصلاة عداد ركاعاتها هي سبعة عشر ركعة لا تختلف الأمة في ذلك وهكذا لا تختلف الأمة الإسلامية بكل أبعادها وسعتها في قضية أن الواجب من الصوم لدى المسلمين هو صوم شهر رمضان وأن شهر رمضان هو هذا الشهر الهجري التاسع من أشهر السنة القمرية هذا أيضا أمر لا تختلف فيه الأمة الإسلامية وهكذا بالنسبة إلى الحج أيضا الأمة الإسلامية في شعائر الحج وأعمال الحج لا تختلف مطلقا هذه المحافظة على هذه الشعائر وأمثال هذه الأمور التي الآن توحد أمتنا الإسلامية ومقدساتها هذه إنما كانت باعتبار وجود الحكم الإسلامي أحد الأسباب والعوامل المهمة هو وجود هذا الحكم الإسلامي الذي كان يمارس هذه الشعائر ويلتزم بها ويطبقها على جميع طلاف الأمة الأمر الذي جعل هذه الرسالة محفوظة من التحريف والأمر الثالث المهم الذي يحتاج إلى حديث واسع وكبير ولا نوفق له في أحاديثنا مع الإخوة المشاهدين من خلال هذه القناة هو أهل البيت السلام الله عليهم أهل البيت السلام الله عليهم كان لهم دور عظيم جدا في المحافظة على الرسالة الإسلامية من التحريف في مختلف المجالات ومختلف الأزمنة والأدوار التي مرت بها الأمة الإسلامية وهو حديث يحتاج إلى الشرح ولكن نحن نلاحظ هذه الحقيقة من خلال الإجماع الإسلامي على احترام وتقديس أهل البيت وعلى وجوب حب أهل البيت وعلى الدور الأساس والرئيس الذي قام به أهل البيت السلام الله عليهم في المجتمع الإسلامي إذن فهناك مجموعة من العناصر طبعا يمكن أن نذكر عناصر أخرى لكن لا نريد أن نطلح الحديث وإنما نشير إشارة إلى هذا الموضوع هناك مجموعة من العناصر أعدها النبي صلى الله عليه وآله بتخطيط محكم من أجل المحافظة على الرسالة الإسلامية من التحريف إذن في الرسالة الإسلامية عندما لا تتعرض إلى التحريف كرسالة في التطبيق يكون هناك تحريفات عندئذ لا نحتاج إلى نبوة تأتي بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل المحافظة على الرسالة من التحريف هذا أيضا أمر آخر يرتبط بقضية الرسالة يبقى عندنا أمر ثالث سوف نشير إليه إن شاء الله في بحث الآتي وهو أن الإنسانية في عهد الرسالة الإسلامية تمكنت من أن تصل إلى مرحلة من التكامل الإنساني بحيث لا يحتاج إلى استئناف رسالة جديدة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وآله والرسالة الخاتمة وهذا هو أيضا أحد الأسباب في أنه لا يكون نبي بعد رسول الله ولا تكون هناك نبوات تابعة لرسول الله وهذا ما سوف نشير إليه إن شاء الله في بحث ناتي ونكتفي بهذا القدر من الحديث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور تكاملا لهذا الدور تكاملا لهذا الدور